هناك ارتفاع في درجات الحرارة بما يعادل درجتين هذه كارثة. إذا أردنا أن نحقق النجاح نريد مزيد من الإجراءات والطموحات. ذلك لن يكون ممكن إلا من خلال حشد والإرادة السياسية والثقة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية وبالتالي نحن نرى مخاطر بعدم الثقة بين القواء الكبرى وبين الدول النامية والدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة. وبالتالي من المهمة في قمة العشرين هذه أن نتعامل مع أوجه عدم الثقة وعدم المساواة وأيضا الإنقسامات الجغرافية السياسية هناك خطوات حاسمة للإبقاء على الثقة أولا المساواة في تقديم اللقاح دفعته خلال قمة العشرين بخطة لتقديم اللقاح في كل مكان للجميع هذه الخطة لم تجسد بعد بسبب انقسامات سياسية التنسيق السياسي أيضا لأن تكون هناك هناك قومية في التعامل مع اللقاح حاجة إلى الجرعة الثالثة بين الدول المتقدمة في ظل عدم توفير اللقاح للدول الأفريقية الفقيرة هناك استراتيجية جديدة للقاح تحمل منسمى تقديم اللقاح بنسبة أربعين بالمئة من إجمال الثقام بنهاية هذا العام وربما إلى سبعين بالمئة بنهاية الفين واثنين وعشرين أن أحث دول قمة العشرين لدعم هذه الاستراتيجية ولوضع خطوات للنجاح في هذه الخطة هذا هو الطريق الوحيد للقضاء على هذا الوباء للجميع في كل مكان ثانيا توفير الموارد للتعافي من الوباء الاقتصادات المتقدمة تستثمر ثمانية وعشرين بالمئة من إجمال الناتج المحلية في التعافي الاقتصادية في الدول المتوسطة الدخل قد تصل إلى عشرين بالمئة أيضا في الدول منخفضة الدخل اثنين بالمئة أيضا خلال العام الخمسة الماضية النمو الاقتصادية في أفريقيا جنوب السحراء سيكون سبعين بالمئة أقل من مختلف أنحاء العالم التعافي يضاعف من عدم المساواة وهذا أمر غير أخلاقي سندوق النقدة الدولية خصص ستمائة وخمسين مليون دولار للتعامل مع مثل هذه الأزمات وأيضا هناك محاصصة في التقديم المساعدات للتعافي من أثار الوباء أيضا إعادة التخصيص وإعادة استخدام هذه الموارد للدول التي تواجه مخاطر من بينها دول منخفضة الدخل قمة العشرين لديها دور أزاسي لتقديم هذه الضمانات هناك حاجة إلى عدد من القطوات لتعميق هذا الأمر بين الدول النامية هناك مزيد حاجة لمزيد من الإجراءات أنا أحضر دول القمة العشرين لخلال العام المقبل أن يتم توفير على الأقل ما هو مطلوب للدول التي بها فئة مستضعفة كثيرة ولطلبية هذه الاحتياجات والتعويل على الإطار الخاصة بالاتفاقيات نحن نحتاج إلى آلية للإغاثة ولتخفيف عبء الديون لمثل هذه الدول ولحن أمامنا طريق طويل لذلك الدول لا ينبغي أن تجبر على الاختيار بين سداد الديون أو تقديم الخدمات لشعوبها ثالثا الثقة في ظل توفير إجراءات وتدابير لتخفيف من حدة الأثار التي يسببها التغير المناخ نحن لا يزال نعمل على الهدف المحدد من قبلنا لمستقبل أفضل لهذه الدول نحن نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لأن ندعم هذه الإجراءات قمة العشرين أيضا تمثل ثمانين بالمئة من الطموحات التي نعول عليها في تحقيق هذا الهدف هناك مسؤوليات فيما يتعلق بالظروف الوطنية لكل الدول الدول المتقدمة عليها مسؤولية أكبر وبالأخذ في الاعتبار الوضع الحالي والاقتصادات الناشئة يجب أن تتخذ خطوات أكبر لاتخاذ إجراءات لخفض الإنبعاثات بشكل أفضل نحن نحتاج إلى طموحات على الحد الأقصى لكل الدول في كل الاتجاهات والجبهات هذه الطموحات والتخفيف من هذه الآثار حيث أن بنك التنمية يقدم الكثير من التمويل لتحقيق مزيد من القدرة على مقامة مثل هذه الإجراءات قدمة العشرين ينبغي أن تدعم بشكل أكبر تحقيق مثل هذه الإجراءات الطموحات فيما يتعلق بتمويل المناخ والالتزام بتوفير مئة مليار دولار للدول النامية في هذا الإطار أنا أرحب الجهود التي تقودها كندا وألمانيا لتحقيق هذا الهدف هذه خطوة أولى والتأخير لهذا الدعم على مدار سنوات بدون الدمانات الواضحة ومن سوء الحظ فإن الرسالة للدول النامية بالضرورة بأن في حاجة إلى مزيد من الدعم فيما يتعلق بأهداف المناخ علينا أن نزيد من وطيرة التعامل مع هذه القضية القادة يجب أن يتخذ مسارا واضحا وهناك نقطة التحول للوصول إلى عالم أكثر خدارا لأطفالنا لم تفت الفرصة بعد ولكن علينا أن نتصرف الآن ونتحرك الآن قمة العشرون يجب أن تظهر التضامن لهذه الأهداف والاحتياجات الضرورية لهذا العالم وإعادة التعويل مرة أخرى على بناء الثقة والمصداقية وبأينا أعضائها في المقام الأول ما علي الأمين العام بشأن الأزمة المستمرة في السودان هل هناك أي خطط خاصة في ظل المظاهرات المستمرة خلال الفترة المقبلة بالنسبة لقمة العشرين ما هو المتوقع من هذه القمة لتحقيق فرص للنجاح خلال هذه الفترة المقبلة ولم فيما يتعلق بالسودان أريد أن أؤكد مرة أخرى على إدانتنا القوية للإنخلاب والحاجة إلى تأسيس النظام الديمقراطية والغدة ترجمة نانسي قنقر